السلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وردعت لكم فيديو جديد الفيديو هذه اللبنات التي كنت اقلبتها مني بزاف دي ما تقولوا لي يديك ملاح يديك باهين معنى باليش انا مانيش نشوفهم يدين مثالين فقط انتم ما تقولوا لي البشرة تح يديك كيفشة هي كيفشة هي تحتاني بها وشوما ليسوان اللي تديريهم قولينا ووالا واحدة تقولين ما لغسيل يديك فزدود يديك حالو يديك شقو اليوم حبيت نعطيكم لبنات بالمختصر المفيد وش ندير كامل اليدية تبع معي لبنات لفيديو لافا ما تنسوش لبنات قبل ما تبدأوا تشاهدوا لفيديو ديروا لي لايك لفيديو وديروا اشتراك في القناة ليكم مش مشتركات لي مشتركات معنا لا تنسوش تضغطوا زر الجرس بشي الحكم كل جديد وهيا نبدأ لفيديو كيف كيف لبنات اول حاجة لبنات انا نديرها واللي نديرها السافي لونطن وندير فيها هي هذي هاذا بامات اسمها صندريان مكتوبة كريم كريم بغمان جاية كما هكا كما نشوفوا فيها كون شوفوا البوات التحق اكيد راح نتعرفوها بسكو عندها باكاجين سبيسيال هذي البنات مصنوعة هنا في بلدنا كون شفتها عند واحدة شريطها قليل مليحة ما كذبش عليكم نحقرتها سعر تحا ما بين 8000 ما شفيتش اكزاق شريطها مكتوبة صندريان كما كون شوفوا هنا في البلد الجزائري يعني راه هي منتج جزائري هذه البنات مخدمة سيترون كما كون شوفوا بالقارس جاية كما هكا هذي بزيف كنت نهزة معي في الساك هذي شوفوا البنات هذي هاي نحسها تضغطي بيان شوفوا وتدخل في اللابو اه مليحة مليحة بزيف وما كنت تضغطي بها يعني تقعد تضغطها في يدك ما بين ما تدخل في اللابو تشربها اللابو كما كون شوفوا ما تبقاش هذيك الطبقة الدهنية من فوق تتشرب بالخف سعر تحا قلت لكم حوالي 10 ميل ولا واي ميل متزيدش قلت لكم هذي عندي سافي لانطان وننضيرها وواحد الى بيغيود هكذا يدي يزيد وينشفوا بزيف قلت انا نشعلهم حاجة افكاس كثير منها ورحت شريت من نيفيا صوفت شريت هاد الابوات الكبيرة نيفيا صوفت كما على بنا فيها الابوات هذي كينا اللي تجي قد هكا بخيس قد البوشونة هذي رقيقة جي كما هكوية رقيقة دير 10 الف يسمى لي ما قدرت تشري هاد الابوات تدير 60 الف و 65 الف تروح تشري الابوات صغيرة 10 الف وكينا ثاني تعتوب لي تقدري تزيها في الساك معاك والا هاهي جاي كما هكو ثاني مليحة نيفيا صوفت ما عندي ما نقول عليها ما كاش لي ما يعرفش نيفيا ثاني كيف كيفها تتشرب ما تخليش هذيك طبقة دهنية تدغتي الكلاب وتاعك مليح وفي نفس الوقت شوفوا البنات انا كيفاش ندغتي يدية يعني كيفاش نرطبهم كل ما نجيزهم بالماء ننشفهم نروح نديلهم ترطيب ما عندي ش يعني عندي في الخدمة كريم ترطيب عندي في الساك عندي في الدار يعني في الساك ننزم عيه هذي في الدار نخلي هذي وفي الخدمة عندي كريم ماء تاع كوتاج في البيروت ما تجوغ ندغتي بها يدية بسكي أشاك فيها تغسلي يدية ولا تتحتم تغسلي بهذاك صفان ليكيد بهذاك صفان ليكيد البنات يهلك لابو ينشفها يقلبها متيماجيني وش خاصة كي تكون ديجا صباح نخرجو في الجليد وكلش يسمى ديجا لابو تكون مهلوكة وهو يزيديها الكاسة في كل ما نغسل يدية به ندير ندغتي يديا ندير كريم الترطيب هذو اللي قلت لكم عليهم وكاين ثاني جوز الهند زيت جوز الهند اللي يعني ديما نعطو لكم قولوا لي في اي مكانش فيديو من فيديوهاتي يخلوا من هذا زيت جوز الهند ديما نعطو لكم زيت جوز الهند عادي هاو كيفش مدير في شتيج مد وفي الصيف يقول لي زيت انا نشري هذا الماك قلت نعطي لكم اكشتو اللي بنات وش حكمت لي هذي راهي كثر من عندها بريس كثر من عام ولا قريب عام وهي عندي حكمت لي نديرها الشعرين نديرها الوجهين نديرها اليدية هذي اللي بنات بوكو بلوس هي وزيت جونسون سمحولي الكاغتة تحت قطع زيت جونسون وهذي الكوكونيو وكتش نديرهم نديرهم كي نخرج من الحمام يعني كي ندوش ونخلص من نروح ندير هذي كخام بتاع الترطيب ندير كوكونيو ولا ندير زيت جونسون نحسهم كثير يدخلوا في الابو هذي تاع بوكو تجوغ هذي تاع شغل كيف نقوله زيتين بزيف كيف نخرج من الحمام والله كنت خرجي من دوش تكون المسام مفتوح من احسن تضغطي لابو تاعك بهذه الهذي يعني سوى يديك سوى رجليك سوى اي منطقة تشوفها جافة بزيف الجسم من وعلا الهدوش تجوغ ديري حاجة تكون بلو غراس يعني تكون زيتة طبقة دهنية لانه البشرة الجافة جنرالما وكتش تشرب الزيوت كي تكون مبلولة وكل مسام مفتوح تكون خرجت مسخانة من الحمام وكي تكون لديها كي تكون لديها وكي تكون عاقدين وضغال عليها وشوف تكون لديه كريمة الترضيب كان واحدة مشتركة جنرالما يدية جميعا يشكوا كيف يدية الهدوش متردين جميعا يدية من غسيل اعطيكم ثاني سوليسيون لابنة اللي نضيرها انا انا ثاني منقبل كنت ليس كريمة الترضيب نضير هذي اي نبورتكل الكريم لا يجب أن نرى على أهل الناس كما يجب أن نظل نغسل ونظل في جاول ونظل في صابون كيف يقولون امو كامل نرى 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 لكن هذه غلطة كيف يجب أن نرى جاول حسب الريت منعني به لا يجب أن يعمل كيف يعمل لكن لا يجب أن نقصر أمو أو نقصر بلود جاول واذا نحن نقصر لا ننخل لن نرى ونرى بأي كريمة نحن نقصر بالصابون هذا صابون في البناء هذا كوكو نيو أنا كل شيء نحب كوكو نيو لأنه لا يوجد كوكو نيو في كل شيء راحتوا هايلا كما ترى اليوم سيزت شريت منه هذا البناء روعة قلت لكم نغصل به وجهه ما قبل ومام نديرو اليدية ملاحظة فقط لبناء أنا أي حاجة لأي مصب لأي كوماج نديرو الوجه نديرو اليدية يعني نفس العيناء ينضيها البشرة نديرها اليدية كما هذا نغصل به وجهه ومام طو نغصل به يدية مثلا نغصل الوجه لسباح نغصل به وجه ونغصل به يدية ما مكي قلت لكم انجيس مثلا لوجه جافل ولا اومو هذوك اللي بخودوا يلي يكونوا بزيف قويين قبل ما نرتبهم نضرب غسلة بهذا وباش نرتبهم بالنفيا ولا بهذي صدقوني تح ينتقون نتيجة هايلا راح ينويلي ويديك انثويين قلت لكم ما لقري أنا يدية ما همش يدين المثاليين لأي بنت لكن ما لقريتو بغابوغ يعني هذي الحماية يعني حاجة سام بلبرك الحمدولله لقيت نتيجة يديها موش ينشفوا بزيف لأبوتاعي ما هي شي تتقاس بزيف ما هي شي تتنشف ولا تتجعد بزيف لانو بغلوطهم كي ما تهتمش بيديك مبع تلقيهم وبدو يجعدوا وبدو يتفزد لها فارمة تحمل فارمة تحمل لأبوتاعي تولي كي ما تعال الراجل سيبوغسة البنات لازم نهتموا بيدينا المرأة أنوثة المرأة لازم تكون فيها جميع كي ما نقولوا ربي سبحانه خلقها لازم تكون أنثة لازم تكون أنثة سيبوغسة البنات هذو الحويج مهمش مكلفين يعني قدر أي واحدة تقدر عليهم نتمنى إن شاء الله لبنات فيديو من فيديوتكم فادتكم نتمنى إن شاء الله تتفيدوا توجوغ من فيديو هاتي ما تنسوش البنات بارتاجيوا لفيديو مع أصحابتكم مع أحبابتكم ما تنسوش تاني اشتركوا في القناة وما تنسوش أضغطوا على زر الجرس وخليوا لي لايك حبيبتي كي ما توجوغ خليوا لي تعليقاتكم أنهم موتوا على تعليقاتكم بتوجوغ نقرأهم وتعليقاتكم اللي تشجعوني بهم ولي تعبروا لي فيهم على المشاعر تروعكم فالالبنات انتلاولي في رواحكم وفي فيديو جديد إن شاء الله